ما هو قرار المجلس الأعلى للجامعات بمصر في شأن الدراسة في روسيا؟ وما هي قائمة الجامعات الروسية في تخصص السيدلة؟ أسئلة هامة في حيات كل طالب يود أن يكمل دراسته في هذا الاختصاص مرحبا بكم في قناة ديبلومو فيتش معكم عادل القرأي خبير في التوجيه والإرشاد الجامعي المعلومات الهمة في صندوق الوصف تجدونها تحت هذا الفيديو فقط عشر جامعات روسية معترفة في اختصاص السيدلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ودخل هذا القرار في السنة الدراسية منذ 2019 و2020 وما زال قائم هذا مفعوله إلى حد الآن إذن كيف سيكون ذلك؟ نقطة الاستفهام سيكون ترتيب الجامعات من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الأولى حسب مجلس الأعلى للجامعات وفي الأعلى سيكون موقع الجامعة الرسمي نصيحتي لكم بأن تستعملوا اللغة الروسية بدل اللغة الأنجليزية وذلك بمساعدة الترجمة الفورية للموقع من الروسية إلى العربية مثلا والسبب هو بسيط جدا لأنه باللغة الروسية فيه أكثر معلومات عن الجامعة وعن اختصاصكم بالمقارنة باللغة الأنجليزية وفي الأسفل سيكون اسم الجامعة باللغة العربية إذن فننطلق نتعرف على المرتبة العاشرة وهي جامعة بينزا الحكومية وفي المرتبة التاسعة جامعة بيرم الحكومية وهي جامعة وطنية للبحوث المرتبة الثامنة الجامعة الطبية الروسية باسم بيراغوف وهي جامعة وطنية للبحوث المرتبة السابعة جامعة فولغغراد الطبية الحكومية المرتبة السادسة الجامعة الشمالية الشرقية الفيدرالية باسم أمسوف المرتبة الخامسة جامعة بلغراد الحكومية وهي جامعة وطنية للبحوث المرتبة الرابعة جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا والآن التوب ثري وقبل ذلك أود أن تكون على معرفة على الرقم الشخصي على التليجرام وعلى الواتساب زائد 7-977-809-86-03 وذلك لطلب استشارة احترافية إذن نواصل في المرتبة الثالثة وهي جامعة سيتشينوفا طبية الأولى الحكومية في موسكو وفي المرتبة الثانية الجامعة الاتحادية بكزان منطقة الفولغا وفي المرتبة الأولى في تخصص الصيدلة تحتلها جامعة موسكو الحكومية باسم لومانوسف ولا تنسب أن تكونوا كذلك مشتركين معنا في دوبلومانفيتش على التليجرام لتسهيل أمور البحث اكتب هاشتاك اسم الاختصاص أو اسم الجامعة وتأتيك في لحظات هذه الفيديوهات ولا تنسب أن تتعرف على المعلومات الهامة في صندوق الوصف لكل الجامعات واحدة بواحدة وللحصول على مثل هذه الصورة في نهاية المشوار الدراسي الجامعي في روسيا هناك نصيحة واحدة وهي اختر اختصاصك الذي أنت وأنت ماذا تحبون ولا تستمعوا إلى آراء الآخرين ما يفرضونه عليكم هذا هو سر النجاح شكرا لكم على المتابعة ودمتم بخير شكرا لكم على اشتركوا في القناة